دخل فندق إيبيس ونوفوتال سطيف حيز الخدمة استثمار جاء كثمرة شركة بين مجمع مهري والمجمع الفرنسي أكاغ أين تم تصميمها وفق المعايير الدولية لضمان أحسن الخدمات سواء لسواحي الجزائريين أو الأجانب أحمد بطافي وفاصل في الموضوع هنا بقلب ولاية سطيف شهيدة فندق إيبيس ونوفوتال تصميم عصري وفق المعايير العالمية غرف فخرة مجهزة بأفخم الأتات لضمان أعلى شروط الراحة وبأسعار تلافسية موسيقى 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 لإبيس c'est 120 chambres un hôtel de 3 étoiles et nous avons ici le nouveau hôtel dans lequel nous sommes actuellement avec 118 chambres c'est un 4 étoiles avec 2 suites et 2 chambres pour personnes à mobilité réduite nos chefs de service sont des gens qui ont déjà travaillé dans nos hôtels et qui viennent d'Alger, Constantine, Oran voilà et donc tous les autres qui sont arrivés à travers l'anème et les petites annonces que l'on a fait passer dans les journaux إلى جانب الحركie الاقتصادية التي سيعطيها هذا الاستثمار للولاية فقد مكن كذلك من توظيف المئات من الشباب خريجية الجامعات والمعاهد موسيقى هذا الاستثمار جاء كتمرت شاركة بين مجمع مهر وسلسلة فنادق أكو موسيقى والتي حسب القائمين عليه سيعطي دفعا للحركية السياحية بالجزائر التي تفتقد لها يكل مماثلة موسيقى je crois que le 7ème établissement de notre association avec M. Mairi qui est un partenariat exemplaire qui est basé sur le respect, la complémentarité des équipes bon et nous sommes très très attachés bien sûr au développement du tourisme dans ce pays هذا الإيبيس هو عنده قيمته كل حال وقيمة هذه الجوز للمواطن والأجنبي بالنسبة للأجنبيين حنا مدى بينا أنه كان بصولة آدمتانا يسهلوا يسهلوا أولا في الفيزا يسهلوا في الشارتير في النقل النقل الجوي ومن المنتظر أن يدشن الوزير الأول عبد الملك سلال هاداني الفندقان خلال الأيام القليلة المقبلة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة